اشتركوا في القناة تهد في لا تعزيز انتشار الطاقة المتجددة والاستدامة وشاد سموه بالانجاز الذي حققته المدرسة في هذه المنصة الخليجية ذات الطابع الدولي اذ ان جائزة زايد لطاقة المستقبل التي تحظى بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي ناب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تعتبر احدى ابرز الجوائز في قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة على مستوى العالم مما يدل على الخطة الواثقة التي تسير بها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه نحو مواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية بما يصب في رفض مسيرة التطوير والتنمية الشاملة بقوة العلم والوعي وابلغ سموه الشيخ مي بن تسليمان الاعتيبي بنقل تهاني واعتزاز سموه الى اعضاء الهيئتين الادارية والتعليمية في مدرسة بيان النموذجية والطلبة واولياء امورهم بالفوز بهذه الجائزة في مجال يجسد جانبا هما من المبادئ التي تسعى مملكة البحرين للاستمرار في ترسيقها في كافة المجالات وهي الاستدامة والتنافسية والابتكار منوها سموه باهتمام المدرسة في غرس الوعي بهذه المبادئ لدى النشء ومشيدا بالقائمين على هذه الجائزة في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة التي تعنى بالطاقة المتجددة والاستدامة على مختلف المستويات لتتكامل الرؤى والجهود وينمو حس المسئولية بهذه النواحي التي تشكل ملامح المستقبل مما يعكس الموقع الريادي للامارات الشقيقة في مجالات التطوير والتنمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة